سيناء أرض الفيروز وبوابة مصر الشرقية قصة أرض شهدت ملحمة تاريخية لاستعادتها اليوم تشهد معركة جديدة للبناء وتنمية قدر سيناء أنها يبقى زي ما كانت ملحمة بطولات في 73 وملحمة أيضا للسلام أنها يبقى في مكافحة إرهاب على أرض السيناء وأنا مش بقول على أرض السيناء كلها والجزء اللي هو شرق العريش قط حود مع غزة وكان الحقيقة مكافحة الإرهاب من العملات الصعبة لأن الإرهاب بيختفي داخل المدنيين بيتخذ منهم دروع بشرية وفي دول الحقيقة وهي بتكافح الإرهاب يعني هدت مدن وقرى وهذا النموذج الحقيقة كان نموذج مصري محترف القوات المسالحة المصرية بالتعاون مع الشرطة المصرية والمدنيين أيضا وكان الحقيقة تم مرعاة البعد القانوني والبعد الإنساني في مكافحة الإرهاب والبعدين دول في منتهى الصعوبة لأي قط مسلحة إنها ترعاهم وتحطهم مصاد عينيها أثناء هذه العمليات لكن كان نموذج مشرف ومحترف أيضا زي ما كان نموذج مشرف ومحترف في 73 وقدرنا نحرر سيناء كلها وأيضا نكافح الإرهاب على كامل أرض الدولة المصرية ونصل إلى شكل قوي جدا من الأمن اللي العالم كله شهد به